حادث صاعق طلبت كعكة شوكولاتة لكن ما وجدته بداخلها كارثة طلبت كلير لويس كعكة شوكولاتة إلى منزلها في تريلاو بمدينة ساوث ويلز وعندما فتحت العلبة وجدت حيوانا زاحفا صغيرا اعتقدت في البداية أنه أفعى وتبين فيما بعد أنه عبارة عن دودة عمياء أو ما يعرف باسم الدودة البطيئة تشبه الأفعى ملتصقة على الغطاء الشفاف للكعكة بحسب ما ورد في صحيفة ديليميل البريطانية أما المتجر فكان رده في البداية هو تعويض كلير بمبلغ سبعة دولار وذلك مقابل الأجزاء التي رمتها في القمامة من الكعكة لكن المتجر عاد واعتذر وأرسل لها بطاقة هدية بقيمة سبعة وثلاثين دولار كبادرة حسنينية عزيزي المشاهد لو كنت مكانها ماذا كنت لتفعل مع هذا المتجر؟ أخبرنا في التعليقات